هسألك كم سؤال وعاوزك تعد كم مرة ردك كان آه بعمل كده وتسجل الرقم هل بتتوتر لو نسيت موبايلك بدون قصد ونزلت بتقضي وقت في التواصل بالرسائل القصيرة أكبر من اللي بتقضيه في الكلام المباشر وجهاً لواجه طب بتنام وموبايلك مفتوح جنبك أغلب الوقت هل بتمسك موبايلك أثناء تناول وجبتك بتلاقي نفسك بتقضي وقتها على الموبايل أكتر من الوقت اللي بتحسي بيه هل بيكون عندك حاجة ملحة إنك تشوف الإشعارات مجرد ما تسمع صوتها؟ طب صارحني هل بتلاقي نفسك بتتفقد الموبايل بشكل لا إراضي حتى لو مش مستني حاجة محددة؟ هل بتستخدم الموبايل وإنت سايق أو أي نشاط محتاج تركيز كبير؟ ويا طرى بتحس إن الموبايل بيقلل إنتاجيتك؟ عدت إجابتك؟ جميل الأسئلة دي جزء من اختبار قهر الهاتف الزكي لدكتور ديفيد جريمفيلد مؤسس مركز إدمان الإنترنت والتكنولوجيا وأستاذ الطب النفسي واللي بيقولك إنك لو جاوبت أكتر من خمس مرات بنعم فنمط استخدامك للموبايل قهري أو مسبب للمشاكل أما لو أكتر من تمانية فمبروك أنت رسميا عندك سلوك إدماني للموبايل غالباً أنت بتقول إيه المبالغة دي معنا كلنا كده عادي تخيل بقى تكون دي مش مبالغة بجد والمشكلة هي اللي أكبر مما نتخيل خلينا نشوف الموضوع مستهل الضجة دي ولا لأ وإيه تأثير الموبايل علينا وإزاي نتخلص من إدمانه وعشان تتخلص من أي عادة سيئة حمل تطبيق أخضر من جوجل بلاي أو أب ستور وهتلاقي ملخصات ومراجعات كتب كتير تسمعها وتقرأها في 15 دقيقة بدون إعلانات ومن ضمنهم كتاب حلقة النهاردة كيف تقطع علاقتك بهاتفك زي ما سمعت كده كيف تقطع علاقتك بهاتفك هتقول وهي علاقتنا بالموبايل هنتكلم فيها كمان طب تعرف إن الأحصائيات في أمريكا مثلا بتقول إن الفرد بيقضي أكتر من أربع ساعات في اليوم على الموبايل ما يعادل شهرين تقريبا في السنة هتقول لي وإيه المشكلة ما الموبايلات مفيدة وتتحب فعلا هقول لك نقطة ذكية الموبايلات فعلا مش مشكلة في ذاتها ولكن علاقتنا بيها والأثار اللي بتنتج عنها هي المشكلة الأثار اللي بيعبر عنها جين توينج مؤلف كتاب آي جين بأنه ليس مبالغا فيه أن نصف جيل الهواتف الذكية بكونه على حفة أسوأ مشكلة صحية نفسية على مدار عقود وهو يقصد بالجيل ده اللي نشأوا في وجود السمارتفون أصلا وما جربوش الحياة قبله فمش مدركين حتى هما كانوا مفروض يبقوا إزاي وبقوا إزاي باستخدام الموبايلات الحديثة لأن على ما يبدو فيه جانب مظلم للسمارتفون وإنه بيأثر على هيكل ووظيفة المخ وعلى قدراتنا على تكوين الذكريات والتفكير بعمق والتركيز والاستعاب غير التأثير السلبي على الصحة النفسية وحالات التوتر والاكتئاب يعني قصدك نبطل الموبايلات دي خالص ونرجع عميد سنة الورى كده ولا حاجة؟ لا خالص خطة الانفصال عن الموبايل مش غرضها أنك تنهي علاقتك بموبايلك خالص ولكن هدفها أنك تنفصل عنه بشكل يديك بس الفرصة أنك توقف وتفكر فعلا في طبيعة علاقتك بموبايلك إيه الكويس فيها وإيه لا وأنك تكون واعي لطريقة وسبب استخدامك ليه وأنك تزيل أثاره اللي تركها على مخك والأهم تعيد وضع حياتك الوقعية في المرتبة الأولى وعلى فكرة إدمانك للموبايل مش عشان أنت معندكش إرادة لكن عشان هو مصمم تحديدا عشان يخليك تدمنه المبرمجين بيتلعبوا بكيمياء المخ للمستهلكين بطرق تستثير السلوكيات الإدمانية أغلبها بيستهدف الدوبامين واللي الجسم بيفرزه لما بنشعر بالمتعة من حاجة معينة وبترتبط عندنا بالسلوك ده فلو الموبايل بينتج عنه متعة أو مكافأة مخك هيفرز الدوبامين كل ما تيجي سيرته زي تجربة الكلب اللي بقى لعابه يسيل لمجرد سماع صوت الجرس من قبل ما الأكل ييجي حتى ومن الطرق أو المكافأات اللي بيتم جذب الناس بيها للتطبيقات إن احنا ملعين بالأشياء الجديدة بتخلينا نشعر بالإثارة وده السبب في إن التطبيقات على طول بتقدم جديد رسالة جديدة بوست جديد ميل صورة تحديث وده بدوره بيخلق عندك خوف من إن يفوتك حاجة فتبقى قلقان على طول ومتوتر وعايز تتابع باستمرار وسائل التواصل كمان بتلعب على رغبتنا في الشعور بالانتماء وإن في ناس شايفانا ومتفاعلة معانا قبل كده ده كان بيحصل من أشخاص حقيقيين في حياتك لكن حالياً هو مفتوح لكل اللي على الشبكة اللي كلها خاصيات بتظهر حكمك على الآخرين بيها كمان إحنا بنحب نحصل على ردود أفعال حتى لو رد الفعل سلبي فتلاقي الطفل بيجرب يشغل النور الله ده بينور لأ نطفيه الشاهد إننا ما بنكبرش على الصفة دي وده اللي بتوفر التكنولوجيا من أول صوت استقبال الرسالة أو ظهور صفحة جديدة بالضغط على لينك أو حصولك على إعجابات زائد كمان إحنا كبشر بنبقى مهوسين بالشيء الغير قابل للتنبؤ فإحنا مش متأكدين إننا دايما هنحصل على ردود فعل وده بيخلينا مهوسين بالمتابعة أكتر لكن مش بس الحصول على مشاعر إيجابية هو الدفع اللي بيحركنا ده كمان التشويش على مشاعرنا السلبية وتجاهلها لأننا بنخاف من واجهة أفكارنا ومفيش حاجة مشتتة ومتاحة قدل سمارتفون وفي الوقت اللي بنبيع فيه وقتنا وانتباهنا اللي مفروض إنهم أهم شيء إحنا بنمتلكه للتطبيقات بنكون بنضمر حياتنا الاجتماعية والنفسية وحتى الزهنية اسألني إزاي وأنا هجاوبك أول حاجة وسائل التواصل الاجتماعي بتسبب الاكتئاب ومن أكتر الحاجات اللي بتأثر على علاقتنا الوقعية مع الناس وعلى صحتنا النفسية واللي يبدأ في رغبة في التواصل غالبا بينتهي بعزلة وكئابة بالذات في حياة المراهقين اللي سبت فعلا ارتفاع نسب إصابتهم بالاكتئاب وحتى معدلات الانتحار غير الغيرة وعدم الرضا اللي بتحصل لما بتشوف حياة الناس المبهرة بالذات البلوجرز اللي هما أصلا مدفعوا لهم فلوس عشان يظهروا بشكل مبهر غير إن غالبا قعدتك على الموبايل هتعرضك لأخبار وأحداث كتير تقلئك وتصيبك بالأحباط والعجز قبل كده كان فرصة إنك تعرف اللي بيحصل لو مش في نطاق قريب منك أقل لكن حاليا كل الأحداث في أي مكان في العالم بتوصلك تاني تأثير سيء للسمارتفون إنه بيغير مخك الوقت اللي بتقضيع التطبيقات في التنقل من حاجة لحاجة بشكل مشتت جدا مش بنتعمق في أي معلومة كله من على السطح في حالة مركزة من التشتيت ده بيسبب تغير طويل المدى في مخنا الخلايا العصبية اللي بتتواصل بيقوى بينها الرابط وبالعكس الخلايا اللي مش بتتواصل بتضعف الروابط بينها ومع التعرض لكمية رهيبة من المدخلات في وقت قصير جدا المخ بينتقل من مهمة للتانية بدون ما تتم معالجة أي مهمة أو تحليلها بشكل كامل وما بتلحقش حتى تنتقل من الزاكرة قصيرة المدى للزاكرة طويلة المدى فبينتهي المخ بإنهاج شديد وبتضعف مع الوقت قدرتك على التركيز والتفكير العميق وحل المشكلات وبتضعف ساعة انتباهنا وزاكرتنا وبتتحول لشخص مشتت وغير منتج وده عكس تماما اللي بيحصل لما بتقرأ في كتاب مثلا فبتنشط الأماكن المتعلقة بالاستعاب والتفكير المنطقي كمان السمارتفون بيقتل الإبداع والخيال لأنه مش بيسيب لك المساحة للتفكير أصلا هو موفر لك مشتت مستمر تخيل معي طفل في رحلة 3 ساعات زمان ودلوقتي زمان كان ممكن بحتة عصايا واحدة يقلف 10 ألعاب تخيلية ويسل نفسه طول الطريق لكن دلوقتي هو هيقضيهم مخه شبه مغيب ومستهلك بشكل سلبي على الموبايل بس الخبر الجيد إننا نقدر نصلح التلف اللي حصل لساعة انتباهنا وتركزنا ونقلل من التوتر لكن الأمر محتاج نعيد إصلاح علاقتنا بهواتفنا وهنا ييجي دور خطة الانفصال واللي هتكون على مدار شهر متوزعة في الكتاب على 30 يوم بتفاصيل مهمة جدا يلا نبدأ الخطة الإسبوع الأول إسبوع الفرز التكنولوجي يوم واحد حمل أي تطبيق تتبع علشان تعرف الوقت الفعلي اللي بتقضيه على موبايلك يوم اثنين قيم علاقتك الحالية اكتب إيه اللي بتحبه في موبايلك وإيه لأ وإيه التغيرات اللي بتلاحظها على نفسك سواء إيجابية أو سلبية لما بتقضي وقت طويل على الموبايل يوم ثلاثة ابدأ في الانتباه رأي بنفسك على مدار 24 ساعة إيه المواقف اللي بتفتح فيها الموبايل على طول مثلا في المواصلات أو الأسنصير أو قبل النوم كمان لاحظ حالتك لانفعالية قبل ما تمسك الموبايل وبعد ما تسيبه هل حاسس بتحسن في مزاجك ولا تغير للأسوأ كام مرة الموبايل خاد انتباهك بالإشعارات وفي اليوم أربعة قيم وخد إجراء القي نظرة على نتائج تطبيق تتبع نشاطك وفكر في الحاجات اللي لحظتها اليوم اللي قبله عن أسباب استخدامك وأوقاتها واستنتج الأنماط اللي لحظتها في نفسك بعد كده اصنع مطبات للسرعة حاجة بتعيق إنك تفتح الموبايل على طول بدون تفكير المطب الأول هو تمرين ما السبب ولماذا الآن إلزأ استكار ملون على الموبايل لفكرك به مثلا أول ما تمسكه وقبل ما تفتح تكون سألت نفسك السؤالين دول واسأل كمان إيه ممكن أعمله غير إني أمسك الموبايل بعد كده قرر هتكمل إنك تفتحه ولا لأ وعادي إنك تكمل بس بعد ما تكون فكرت وقررت بشكل واعي اليوم خمسة احذف تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي من على الموبايل هيفضل بإمكانك تشوفها من على اللاب مثلا أو حتى متصفح الموبايل افتكر إن الهدف هو الصنع مطبات اليوم ستة ارجع للحال الواقعية لو وفرت وقت الموبايل بدون خطة بديلة غالبا هتحس بفراغ واكتئاب محتاج تفتكر إيه الأنشطة اللي بتحب تمارسها أو الحاجات اللي هتبدأ تتعلمها أو الأشخاص اللي عايز تقضي معاهم وقت أطول واعمل قايمة بالحاجات دي بحيث كل ما تلاقي نفسك فاضي تعمل حاجة منها بدل الموبايل في الإسبوع التاني من الخطة غير عاداتك العادة بتتكون من إشارة أو مثير واستجابة ومكافأة وهنا الإشارة إنك تشوف الموبايل الاستجابة تمدي إيدك تفتحه والمكافأة التسلية وسواء كانت العادة نافعة أو ضرة بيكون كسرها صعب علشان كده أفضل طريقة إنك تنتبه للمثيرات نفسها وتحاول تقللها لأقصى قدر ممكن وده بيتطلب تغييرات في بيئتك وحياتك عشان كده اقفل إن أي إشارات تجيلك على الموبايل أصلا من كل التطبيقات ورتب التطبيقات على الموبايل بهدف إنك تخلي الموبايل أقل إغراء لأقصى حد وخلي البيئة المحيطة كمان أقل إغراء لإنك تمسك الموبايل وابدأ بغرفة النوم وأهم حاجة خلي المكان اللي بتشحن فيه الموبايل خارج الغرفة واشتري منبه عادي بده هتضمن إن ما يكونش الموبايل آخر حاجة بتنام عليها وتصحى عليها بعد كده وعلى العكس خلي بيئتك محفزة أو مناسبة للقيام بالهدف اللي انت عايزه علشان تساعد نفسك على الانتقال من هدف سلبي لآخر إيجابي زي مثلا لو بتحاول تقرأ أكتر فتجهز ركن لطيف للإراءة وهكذا بعد كده حمل حاجة بالتطبيقات ده مفيد جدا لو بتحتاج وسائل التواصل في العمل مثلا فبتحدد أوقات معينة بس الفتحها بعد كده ابدأ حط حدود أماكن أو أوقات معينة ممنوع تستخدم فيها الموبايل زي مئدة الطعام وغرفة النوم وتوقف تماما عن الانشغال بالهاتف عن الناس لأي سبب وحط ده كقعدة رسمية وصلت للإسبوع الثالث عاش بطل دور الإسبوع ده هو استعادة مخك اليوم 15 هتتدرب على أحد تمارين اليقظة الزهنية وهو إنك تتوقف وتاخد نفس عميق وتنتبه للتفاصيل اللي حواليك مرسو لما تيجي تمسك موبايلك أو في أي لحظة تحسي فيها بالطراب بشكل عام ده مطب كويس بيديك مساحة إنك تعيد توجيه أفعالك إنما اليوم 16 هتتدرب على التوقف المؤقت اختار ثلاث مواقف من اللي على طول بتمسك فيها الموبايل زي في المواصلات مثلا والتزم السكون ما تعملش أي حاجة اتفرج من الشباك لاحظ الناس حواليك المهم ما تلجأش لأي مشتت واليوم 17 مرن ساعة انتباهك بتمارين للانتباه أو تنمية مهارة عقلية ماه بعمليات حسابية ذهنية مثلا أو القراءة وخلي الوقت ده في روتينك اليوم باستمرار اليوم 18 مارس التأمل شوي واليوم 19 استعد للانفصال التجريبي واللي هيكون لمدة 24 ساعة على الأقل انفصال عن الموبايل والحسوب وكل التكنولوجيا لو أمكن وحط خطة لليوم بأنشطة ممتعة تمارسها على مدار اليوم واحتفظ بالأرقام الضرورية في ورقة وكلمهم من هاتف أرض لو احتجت اليومين 20 و21 بقى الانفصال التجريبي اقفل الأجهزة كليا مش بس وضع طيران وحطهم في مكان بعيد احتمل تلاقي نفسك زهقان أو صبرك قليل ومتعصب عادي عيش التجربة كاملة وتعامل مع كل مشاعرك وقضي يومك مع أشخاص حقيقيين وأخيرا صديقي محارب إدمان الهواتف وصلنا لأسبوع الرابع وما بعده بنتكلم عن علاقتك الجديدة لو وصلت للمرحلة دي فعاش جدا انت خلصت الجزء الأصعب اعمل ملخص للانفصال التجريبي وسجل ملاحظاتك عن التجربة عن أفكارك ومشاعرك وأفعالك بعد كده ابدأ مارس صيام متقطع بس عن الموبايل مش عن الأكل وكل ما زاد انتظامك على الصيام عن الهاتف هيقل انجزابك ليه بقية اليوم بعد كده نضف ما تبقى من حياتك الإلكترونية اعمل حساب إلكتروني بتستخدمه للشغل بس مثلا وسائل التواصل نفسها فلترها ويلغي متابعة أي حد مش مهم بعد كده اتأكد انك على المصاري الصحيح ورجع خطتك ايه أكتر حاجة تحسنت في علاقتك بالهاتف وايه اللي ممكن تعمله علشان تزود تركيزك وايه أهدافك للتلاتين يوم الجاية لو وصلت لليوم التلاتين فكده نقدر نقولك مبروك مفروض انك دلوقت عارف الموبايل ممكن يحسن حياتك ازاي وممكن يفسدها ازاي وغيرت قدر من عاداتك وتستحق انك تكافئ نفسك في النهاية هتكون قادر على ان موبايلك يكون معاك عادي لكن متحكم في استخدامك ليه بالشكل الصحيح الغير مفسد لعقلك ونفسيتك وعلاقاتك بالاخرين وافتكر دايما ان ما فيش حاجة هتفوتك لما تبعد عن وسائل التواصل لكن اللي بيفوتك فعلا لما تفضل مستغرق فيها هو حياتك الحقيقية وبس كده سلام شكرا